أهلا بكم حققت شركة توزيع الكهرباء العاملة في المملكة أرباحا خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 25 مليون دينار تقريبا بحسب إفصاحاتها المالية على موقع بورصة عمان وبحسب البيانات المعلنة فإن أعلى شركة حققت أرباحا بعد الضريبة جاءت شركة توزيع الكهرباء المسؤولة عن إيصال الكهرباء إلى محافظات الجنوب حيث بلغت 13 مليون دينار ويعود ذلك إلى تعرفة الشراء من شركة الكهرباء الوطنية التي تحددها هيئة تنظيم الطاقة بحسب الشركة فما جاءت شركة الكهرباء الأردنية حيث حققت أرباحا بقيمة 7 مليون و 400 ألف دينار وأخيرا جاءت شركة كهرباء إربد المسؤولة عن مناطق امتياز محافظات الشمال حيث حققت أرباحا بقيمة 4 مليون و 100 ألف دينار شركة الكهرباء الأردنية بيّنت في إفصاحها أنها سددت في شهر أيار الماضي مبلغ 5 مليون دينار إلى الخزينة العامة وهي قيمة الدفعة الثالثة من الرخص الممنوحة لها وأن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قامت بتخفيض تعرفة الشراء بالجملة اعتبارا من بداية شهر كانون الثاني من العام الماضي بمقدار أربعة فلسات و 13% من الفلس لكل كيلو وات ساعة مشترات من شركة الكهرباء الوطنية لتعويض جزء من خسائرها وتمكينها من تحقيق الأرباح حسب متطلبات العائد بحسب الرخصة الممنوحة لها ارتفعت أسعار نفط برينت والمشتقات النفطية باستثناء أسعار الكاز والغاز البترولي المسال خلال الأسبوع الثاني من شهر شباط الحالي مقارنة مع الأسبوع الأول لذات الشهر بحسب ما رصدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في نشرتها الاسترشادية بينات الوزارة بحسب الأسواق المرجعية التي تعتمدها أظهرت ارتفاع معدل نفط برينت 2% ليصل إلى 55 دولار و 10 سنتات كما نلاحظ في الشاشة وبنسبة انخفاض وصلت إلى 15.3% أما المشتقات النفطية فقد ارتفع معدل سعر البنزين أكتان 95 بنسبة 2% ليسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي 559 دولار للطن بعد أن كان 548 دولار للطن في الأسبوع الأول بنسبة انخفاض بلغت 10.2% أما البنزين أكتان 90 فقد سجل معدل أسعاره في الأسبوع الثاني 540 دولار للطن الواحد بارتفاع وصل إلى 1.8% مقارنة مع الأسبوع الأول من الشهر ذاته ونلاحظ أيضا أن نسبة انخفاض من كانون الثاني إلى شباط 9.9% أما أسولار فقد ارتفع بنسبة 1.8% في الأسبوع الثاني من الشهر ليصل إلى 496 دولار للطن بارتفاع طفيف مقارنة بالأسبوع الأول كما نلاحظ على الشاشة وبانخفاض بلغ 13.2% أما الكاز فقد أظهرت بيانات وزارة الطاقة استقرار أسعاره عند 514 دولار للطن الواحد خلال أول أسبوعين من شهر شباط الحالي أما زيت الوقود الثقيل للاستخدامات الصناعية فقد ارتفع معدل أسعاره عند 287 دولار للطن أي ما نسبته 3% مقارنة مع الأسبوع الأول ليبلغ 279 دولار للطن الواحد كما نشاهد على الشاشة وكما تحدثنا كانون الأول كان 319 دولار و 70 سنة للطن الواحد بنسبة انخفاض بلغت 12.7% سعر طن الغاز البترولي المسال استقر في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي عند نفس مستوى الأسبوع الأول والبالغ 535 دولار للطن الواحد كما نلاحظ على الشاشة في كانون الثاني وشباط في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني نسبة انخفاض كانت 8.4% وبالانتقال إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حيث نفذ عدد من موظفي محطات المعرفة التابعة للوزارة وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة وطالب المعتصمون بمساواتهم بباقي موظفي الوزارة فيما يخص بنود المكافآت المالية إضافة إلى المسميات الوظيفية ولاحقا قال مصدر المطلع في الوزارة أن المعتصمين يطالبون بحصولهم على علوات تصل إلى ما نسبته 40% وزيدت رواتبهم بمبالغ مالية ثابتة تصل إلى 300 دينار مبينا أن العلوات لم تعد تشمل أي من الموظفين الجدد ممن تم تعيينهم خلال العامين الماضيين نفذ هذه الوقفة الاحتجاجية حتى نطالب بالمساواتنا مع باقي موظفين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لأن ظلمنا كمحطات معرفة وذراع ميداني نشتغل بكافة المحافظات وكافة المناطق النائية والحضرية بالمملكة مطالبنا هي مساواتنا بزملائنا نداوم في مركز الوزارة نحن نداوم بالميدان في مجموعة المحافظات محطات المعرفة عددنا تقريبا 156 محطة نقدم خدمات التدريب وردم الفجوة الرقمية والريادة والآن بدأنا بمشروع حضنات الأعمال لتبنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مطالبنا بسيطة بس طالبين مساواة بزملائنا بمركز الوزارة من حيث المكافآت الرتب الوظيفية المسميات بهدف تنظيم إرسال رسائل الجملة إلى المسافدين عامة أو لفئة معينة منهم إما لغيات دعائية أو خدمية بما لا يشمل رسائل الجملة المرسلة من قبل الجهات الحكومية أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات تعليمات تنظم إصدار هذا النوع من الرسائل الخدمية حيث اشترطت فيها عنوانة الرسائل الخدمية بالرمز المحتوي على اسم الجهة المرسلة ورمز الخدمة المطلوبة إذا كانت مصرفية أو طبية أو تعليمية إضافة إلى موافقة المستفدين لتلقي هذا النوع من الرسائل أو ما يثبت رغبتهم بالاشتراك بها كما تضمنت التعليمات عدم إرسال أو تمرير الرسائل الدعائية خلال أيام الجماع والسبت والأعياد والعطل الرسمية والدينية والمناسبات الوطنية وتعديد الفترة من التاسعة مساء وحتى السابعة صباحا خلال أيام الأسبوع وعدم تجاوز الحد الأقصى للرسائل الدعائية المسموح إرسالها إلى المستفيد الواحد وهي خمس رسائل فقط في اليوم وقع الأردن وفلسطين اتفاقية تعاون في مجال الاقتصاد الرقمي والبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتضمنت الاتفاقية التي وقعت في عمان التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات والمهارات التطبيقية لمدة عامين في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتشارك لتنظيم مشاريع تطويرية لخدمة هذا القطاع وسيعمل الطرفان على إثراء الأطر القانونية للعلاقات الثنائية بين البلدين وتجيع المنافسة والإجراءات التنظيمية الخاصة بتنظيم تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البنى التحتية لشبكات الاتصالات وتبادل الاستشارات المتعلقة بحماية مصالح المستهلكين إضافة إلى التعاون في قطاع البريد من خلال إنجاز مشاريع مشتركة بين البلدين وتحسين نوعية الخدمات التعاون مع الجانب الفلسطيني لم يبدأ اليوم هو مستمر قبل أسبوعين كان في وفد من وزارة الاتصالات الفلسطينية للاستفادة من تجربة الدفع الرقمية في الأردن والنظر إلى خططنا المستقبلية لكن توقيع التفاقي اليوم أو ذكرة التفاهم هو فقط لوضع شكل منظم لبناء نقل الخبرات بين الوزارتين حتى نصنع آلية واضحة اليوم نتفق عليها لنقل الخبرات وجود وفود من الجانب الفلسطيني نزور الأردن حتى نتعلم ما قمنا فيه في السنوات السابقة بداية نحن حاليا نعمل على توقيع مذكرات تفاهم مع جميع الدول العالم حتى في هذه الثلاث قطاعات لأنه بعض الأحيان هذه الاتفاقيات هي عبارة عن مرجعية لكثير من المواقف الدولية وتحسين الخدمات في هذه القطاعات ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 2.1% في العام 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة أكد أن ارتفاع معدل أرقام القياسية لأسعار عدد من المحاصيل سهم في ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين أبرزها البذنجان حيث ارتفع سعره 25% تقريبا والبطاطا ارتفع سعرها 7% ومادة الفاصولية بارتفاع بنسبة 5% إضافة إلى أسعار المنتجين الزراعيين للبندورة بنسبة 2.5% والموز بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1.9% في حين انخفضت أسعار 6 سلع للمنتجين الزراعيين العام الماضي أبرزها الفلفل الحار حيث انخفضت أسعاره 21.8% والكوسة بنخفاض نسبته 16.9% والخيار حيث انخفض سعره بنسبة 15.3% أبهر آخر مسح لمنتدى الاستراتيجيات الأردني تحسنا طفيفا بمؤشر تقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في داخل الأردن في حين بيّن التتائج المسح أن بعض المستثمرين يرون أن الأمور ما زالت تسيروا بالاتجاه الخاطئ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم استقرار السياسات وتعقيد الأنظمة والقوانين إضافة لارتفاع الضرائب والأسعار ترجمة نانسي قنقر